نروح بقى لكافتن خالب بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي اللي حرص على معينة ملعب الأمير عبدالله الفصل الرياضي بمنينة الجدة الذي يخود عليه الفريق مباراة أوراوة الياباني غدا الجمعة لتحديد الفريق الفائز بالمدينة البرونزية في بطولة كأس العالم الآن دي زي ما هنراكم شايفين هو أرضية الملعب مش محتاجة يعني وطبعا البطولة مقامة في المملكة العربية السعودية الموفرة تقريبا كل التكنولوجيا الحديثة في كرة القدم وقام مدير الكرة بالفريق زي ما هنراكم شايفين برضو معينة ملعب التدريب وغرف الملابس الملابس بصحبة الكابتن سامير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري للي اطمئنانا على كافة الترتيبات الخاصة بمغارات غد كابتن خالب بيبو مدير الكرة أين بمجهود كبير جدا في البطولة دي من قبل ما تبدأ من حيث ترتيبات الإقامة والتواصل مع الفيفا والعمل اليومي مع فريق النادي الأهلي الحقيقة أستحق الإشادة يعني خلونا نضع الرجل ده حقه شوية جماعة الرجل ده كل ما بيحصل لقدر الله أي تعادل أي حاجة الناس بتجيب صرته كتير قوي بتكلمه كتير قوي على الكابتن خالب بيبو وكأنه هو المسؤول الفني مش المسؤول الإداري أنا ما احترام للناس كلها زي ما بتتكلم عليه لما بيبقى فيه حاجة وهو بالمناسبة يعني ملوش يد فيه نتائج الفنية انتليك إداريا على مستوى الإداري الرجل لحد دلوقتي ماشي كويس قوي انتليك كمان إنه هو محافظ على الفرقة وقافل عليها وما فيش أخبار طلع من النادي الأهلي وهو قال أنا بدافع عن أنا خط الدفاع الأول عن اللعبين فبالتالي الرجل ده يستحق الإشادة فزي ما لما بيحصل حاجة بتبقوا حتى بدون مناسبة يعني سواء ليه يد أو ملوش يد بتجيبه صرته أنا أتمنى إنه لما يبقى الأمور ماشية كويس والفرقة ماشية كويس تقوله برضو خالب بيبو ليه دورف ده ووسائل الإعلام مستلمة كابتن خالب بيبو بشكل غير طبيعي أنا كلامي موجه بالمناسبة دي كلامي موجه لبعض وسائل الإعلام اللي كابتن خالب بيبو أول ما الفرقة يجرر أي حاجة يبقى كابتن خالب بيبو السبب طب ليه؟ الرجل ماشي كويس قوي إداريا إنما جمهور النادي الأهلي كله ورا خالب بيبو جمهور النادي الأهلي عارف إن الرجل في بداية مرحلة ورا كابتن سيد عب حفيظ اللي كان محقق نجح كثير ولكن الرجل لحد دلوقتي ناجح جدا ما عندوش خطأ إداري ما عندوش على المستوى الإداري يحسب عليه بالعكس ده ماشي بمستوى كويس جدا سابت جدا بيتعامل مع كل الأمور الإدارية بشكل محترف جدا بشخصية الأهلي بالمناسبة يعني هو الرجل مقرر إن أنا مش هظهر إعلاميا كتير هو الرجل مقرر إن أنا مش هرد هو الرجل مقرر إن أنا تعاملي مع الناس كلها بأسلوب النادي الأهلي المحترم فبالتالي كابتن خالب بيبو ماشي صح جدا أتمنى زي ما الناس اللي كانت بتهاجموا بمناسبة ومن غير مناسبة تدي له حقه في المواقف اللي زي اللي إحنا فيها دلوقتي الرجل عمل دوره إداريا على أكمل وجهه في كاس العالم للأندية عمل دوره في كاس العالم للأندية ومن قبل البطولة بيسافر قبل الفرقة وبينصق مع الفيفا وبيتابع الملاعب الحاجات دي خلي بالكم ده شغل الإدارة الشغل الفني بقى بتاع الملعب ده بتاع مستر مارسل كولر يعني النجاح اللي محققوا النادي الأهلي إن مدير الكرة يهيأ النجاح إزاي إن الرجل ده يفصل على العالم مارسل كولر يفصل على العالم ويبقى مركز فني بس فده نجاح إداري النجاح الإداري إن أنا كمدير كرة أهيأ سبل النجاح للفرقة كلها المدير الفني يبقى بيشتغل كويس اللعيبة يبقى كل الناس ملتزمة ملتزمة وده دور إداري بالمناسبة يعني باللواقح الخاصة بالفرقة إن اللعيبة تبقى مطيعة للجهاز الفني بالكامل إن اللعيبة تبقى مطيعة لقوانين ولواقح النادي الأهلي ده الدور الإداري في الملعب ده دور مستر مارسل كولر اللي هو ناجح فيه بالمناسبة جداً برضه ومحقق أكتر من ما الناس يعني الموسم اللي فات واخد العالمة كاملة فأنت بتتكلم على مدرب لا محقق ومدير كورة كمان محقق فأتمنى أتمنى إن الناس تاخد بالها من الكلام ده زي ما هرقكم شايفين كده هو الفريق الإداري للنادي الأهلي بيتطمن على كل حاجة مش سايبين حاجة تبقى للظروف يلا نتمنى إن الناس زي ما كانت بتنتقد تدي الراجل حال